اهلا بجميع تمنع تكونوا بألف صحة وعافية اهلا بكم في فيديو جديد قبل ان نطرح المستجدات لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والضغط على لايك شاركوا الفيديو لتعم الفائدة فيما يخص جديد امتحان مرحلة التعليم الابتدائي 2022 من خلال مقابلة التي اجراها مدير تعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية على قناة السابعة المعرفة نقف على هذه المستجدات المعلنة تقرر إلغاء امتحان نهاية محلة التعليم الابتدائي لهذه السنة الدراسية 2021-2022 فقط امتحان نهاية محلة التعليم الابتدائي ابتداء من السنة المقبلة 2022-2023 يتم الانتقال الى السنة الاولى متوسط هذه السنة 2021-2022 بالمعدل السنوي فقط كل تلميه تحصل على معدل سنوي خمسة او اكثر يعتبر ناجح إلغاء طابع الوطني للامتحان النهائي وحصله على مستوى المقاطعات البيضاغوجية التفتيشية يكون الانتحان موحدا على مستوى المقاطعة البيضاغوجية تحت اشراف سادة المفتشين البيضاغوجيين يتولى المفتشون البيضاغوجيون اعداد مواضيع الامتحان النهائي المرجعية الوطنية لتقييم المكتسبات الوثيقة من اعداد المجلس الوطني للبرامج يتم التركيز في تقييم مكتسبات التلميذ على الكفاءات الشاملة المنصوص عليها في المنهاج إلغاء الطابع الوطني لتوقيت الامتحان النهائي إذ يمكن أن يجعل امتحان في أيام مختلفة حسب طبيعة المنطقة الجغرافية شمال جنوب وحسب أيام الأسبوع باعتباره امتحانا محليا وليس وطنيا قد تمتد فتة إجراء الامتحانات إلى أكثر من يوم واحد لم تتحدد طبيعة الامتحان النهائي مواد الامتحان ولا مسماه الجديد أتمنى أن الفيديو قد أفادكم بمعلومات جديدة حول امتحان السانكيام قبل أن تغادروا فضلا وليس أمرا اضغطوا على لايك وشاركوا في القناة